السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو نشفو دعم الدرسين الثالث والعشرون والرابع والعشرون صفحة مئة وتسعة. تمر رقم واحد ما حجم المجسم الممثل بهذا الشكل. اذا فهذا هو المجسم كيف ما كنلاحظه. فهو متكون من متوازي المستطيلات وموشور قائم للقاعدة دياله عبارة عن مثلت. اذا فهذا المثلت كيف ما كنلاحظه فهو قائم الزاوية. اذا باش غضي نحسبو حجم المجسم نحسب نحسب اولا حجم الموشور القائم ثم حجم متوازي المستطيلات وحجم هذا المجسم هو مجموع هاد الحجمين. ده نبدأ بحجم الموشور القائم. دفع حجم الموشور القائم. نسميه واحد يساوي مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع. ده نقول القاعدة دياله عبارة عن متلت. ندلنا تلاتة مضربة في اربعة. اي مساحة القاعدة وهي تلاتة مضربة في اربعة ومقسومة على اتنين. ثم الارتفاع هو ستة سنتيمتر. ندلنا نكتب نساوي اربعة مضربة في تلاتة مقسومة على اتنين. ثم مضربة في الارتفاع. اذا هده هو مساحة آآ القاعدة. ثم الارتفاع اللي هو قلنا ستة سنتيمتر. ده نكتب ستة. نحسب اربعة مضربة في ثلاثة تساوي اتنا عشر. اتنا عشر مقسومة على اتنا تساوي ستة. اذا تساوي ستة مضربة في ستة. اذا فالحجم هو ستة مضربة في ستة تساوي ستة وتلاتون. اذا ستة وتلاتون سنتيمتر مكعب. ثم حجم متوازي المستطيلات. اذا في حجم متوازي المستطيلات وهو مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع او الطول مضرب في العرض مضرب في الارتفاع. دان عشرة مضربة في اتنين مضربة في واحد فاصلة خمسة سنتيمتر. دان اللي يكون اتنين هو حجم متوازي المستطيلات. طول مضرب في العرض مضرب في الارتفاع. دان فالطول مضرب في العرض يعطينا المساحة دي القاعدة ثم نضربه في الارتفاع. دان عدنا الطول يساوي عشرة سنتيمتر. العرض هو اتنان. ثم الارتفاع هو واحد فاصلة خمسة سنتيمتر. اذا عشرة مضربة في اتنان تساوي عشرون. عشرون مضربة في واحد فاصلة خمسة. اذا نغلل جزوات العملية. عشرون مضربة في واحد فاصلة خمسة. اذا خمسة مضربة في السافر. السافر. خمسة مضربة في اتنان عشرة. ثم نوضع نقطة. واحد مضربة في السافر السافر. واحد مضرب في اتنان. اتنان. ثم نقوم عملية الجمع. صافر صافر تلاتة. عدنا واحد آآ رقم واحد بالتفاصيلة. ادن نحسب واحد ونضع الفاصيلة. ادن يساوي تلاتون. ادن فحجم متوازي المستطيلات هو تلاتون سنتيمتر مكعب. وحجم المجسم اي هذا المجسم يساوي واحد زائد اتنان. ادن نقلنا حجم موشور القائم زائد حجم متوازي المستطيلات. ادن فوجدنا حجم الموشور القائم هو ستة وتلاتون. ادن ستة وتلاتون سنتيمتر مكعب. نضيف لها تلاتون سنتيمتر مكعب. وهو حجم متوازي المستطيلات. ادن آآ ستة زائد سفر ستة وتلاتة زائد تلاتة ستة. ادن وجدنا حجم مجسم هو ستة وسيتون سنتيمتر مكعب. ثم نمر الى التمرقم اتنان. إنه على شكل أسطوانة قائمة الشكل هو هذا هذا هو الإناء على شكل أسطوانة قائمة الإرتفاع دي هلو 20 سنتيمتر وقطر قاعدتي هو 8 سنتيمتر ألف هل يمكنه أن يسعى 1 لتر من الماء إذن باش هل نجاوبوا على هذا السؤال أول حاجة هل نحسبوا حجم هذا الإناء إذن نحسب حجم الأسطوانة القائمة أي الإناء إذن فالحجم دائما هو مساحة القاعدة مضربة في الإرتفاع القاعدة عبارة عن قرص إذن فمساحة ديالة وهي التابتة بي مضربة في آغ مضربة في آغ أي بي مضربة في شعاع مضربة في شعاع إذن ثلاثة فاصلة 14 وهي التابتة بي الشعاع عدنا هو إذن عدنا هنا 8 سنتيمتر بالنسبة للقاطر إذن دي ساوي 8 سنتيمتر إذن فالشعاع يساوي دي مقصومة لإثنان ساوي 4 سنتيمتر إذن مضربة في أربعة مضربة في أربعة ثم مضربة في الارتفاع اللي هو 20 سنتيمتر يساوي مئة أفن ألف وأربعة فاصلة تمانية سنتيمتر مكعب إذن باش غضي نجاوبوا هل يمكنوا أن يسعوا واحد لتر من الماء إذن غضي نحولوا اللتر ثم نقارن هاد الحجمين إذن نحولوا إلى الديسيمتر ناخدوا هاد الجدول للتحويلات ناخدوا خانة السنتيمتر مكعب إذن بها ثلاث خانات واحد اثنين ثلاثة ثم هاد المليمتر المكعب هنا ديسيمتر المكعب كذلك ثلاث خانات إذن وجدنا ألف وأربعة فاصلة تمانية سنتيمتر مكعب إذن نوضعها بالجدول فاصلة تمانية إذن غضي نحولوا لديسيمتر مكعب إذن فغضي نوجدوا واحد فاصلة آآ سفر فاصلة سفر سفر تمانية وأربعون ديسيمتر مكعب إذن ساوي واحد فاصلة سافر سافر تمانية وأربعون ديسيمتر مكعب إذن بما أنه واحد ديسيمتر مكعب يساوي واحد لتر إذن كنتساوي واحد فاصلة سافر سافر تمانية وأربعون لتر إذن كنلاحظوا بأن حجم الأسطوانة هو واحد فاصل الصافر صافة تمانية واربعون لتر اي اكبر من واحد لتر. ذا نكتب بما ان حجم الاناء يفوق واحد لتر. فيمكنه ان يسع واحد لتر من الماء. ثم اذا افرغنا في نصف لتر من الماء فما قياسه ارتفاع الماء في هذا الاناء. اذا نفعل سؤال كيقول اذا افرغنا نصف اللتر من الماء في هذا الاناء. اذا نفعل ارتفاع ديال الماء فين غادي ايش حال غادي يكون اذا نحسبه اه الارتفاع اذا حساب ارتفاع هذا او حساب ارتفاع الماء في هذا الاناء. اذا قلنا غادي نفرغو نصف اللتر. نصف اللتر هو صفر فاصلة خمسة اللتر. اذا غادي نحولوها للسنتيمتر مكعب وتساوي خمسمائة سنتيمتر مكعب. اذا فالحجم كيف ما كنعرفو. تساوي مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع. اذا هذا خمسمائة سنتيمتر مكعب كنت ساوي اه مساحة القاعدة وهي تلاتة فاصلة اربعة عشر مضربة في اربعة مضربة في اربعة مضربة في الارتفاع. اذا احنا بغينا هذا الارتفاع. اذا فالارتفاع يساوي خمسمائة مقسومة على تلاتة فاصلة اربعة اربعة عشر مضربة في اربعة مضربة في اربعة اي مساحة القاعدة. تنقلنا خمسمائة مقسومة على تلاتة فاصلة اربعة عشر مضربة في اربعة مضربة في اربعة. نقول هذه مساحة القاعدة. نساوي خمسمائة مقسومة على خمسون فاصلة اربعة وعشرون. ونجد ان الارتفاع ساوي تسعة فاصلة خمسة وتسعون سنتيمتر مكعب. اذا فهذا هو ارتفاع الماء اللي ستوضع بالاناء اي ارتفاع صفر فاصلة خمسة لتر او نصف لتر. ثم نمر التمرير القامل ثلاثة. ازلنا جزءا من القطعة الحديدية على شكل مشور قائم. احسب حجم مشور القائم الذي ازلناه من القطعة الحديدية المكعبة الشكل. اذا كما كنا لاحظوا فهذه هي القطعة الحديدية. عبارة عن آآ مكعب. قمنا بازالة هاد الجزء من هاد المكعب. اذا فالمطلوب هو حساب آآ حجم هاد الجزء. اذا فهالجزء عبارة عن عن موشور قائم. اذا فهد الموشور القائم آآ القاعدة دياله عبارة عن متى متساوي الساقين. فهظلا م عن ارتفاع دياله يساوي 2.5 ديسي مهي. وآآ قياس القاعدة دياله هو اثنان ديسي مهي. عندنا هنا المكعب الحرف دياله يساوي ستة سنتيمتر. هنا عدنا ستة عفوا ستة ديسي مهي. هنا ستة ديسي متر. هنا تم قاتلنا اثنان ديسي مهي. هنا كذلك اثنان ديسي مهي لانها القياس يساوي القياس اتنين دي سيمتر. ده نفع هذا الجزء هذا المحدوف اي قاعدة هذا المثلث كذلك تسوي اتنين دي سيمتر. ده نحسب حجم هذا الموشور او الجزء المزال. ده نفع الحجم دياله. هو مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع. ده نفع عندنا المساحة القاعدة وهي اه قلنا المثلث اللي هو ده المساحة هو المثلث نسوي الصاقين. قلنا القاعدة ديال هذه هذة المثلث هي اثنان. اذا اثنان مضربة في الارتفاع هو اتنان فاصلة خمسة. ثم مقسومة على اثنان. ومضرب في الارتفاع. اذا فالارتفاع ديال هاد الموشور هو هاد الجزء. اذا في هاد الجزء هي قايز هاد الجزء. اي قايز ستة ديسيمتر. اذا مضربة في ستة ديسيمتر. وبالتالي اه دان عادي نحسبوه هنا اختاز له باثنان. هيبقى لاثنان فاصلة خمسة مضروبة في ستة. نساوي خمسة عشر. ادان هذا هو حجم خمسة عشر ديسيمتر مكعب. ادان فهذا هو حجم الموشو القائم الذي ازلناه من القطعة الحديدية المكعبة تشكل. ثم باء حجم او احسبوه حجم القطعة الحديدية المتبقات. ادان فحجم القطعة الحديدية المتبقات. ادان فهي حجم هاد المكعب. قد نقص منه حجم هاد الجزء الموزالي هو حجم موشو القائم. ادان ليكن حجم الموشو القائم هو في واحد. ادان فالحجم كيساوي حجم اه المكعب. ادان ستة مضروبة في ستة مضروبة في ستة. ادان نقص منه حجم هاد الجزء. ادان ناقص في واحد. ادان ستة مضروبة في ستة مضروبة في ستة تساوي مائتان وستة عشر. ناقص خمسة عشر. ساوي مائتان وواحد ديسي متر مكعب. ادان فهذا هو حجم القطعة الحديدية المتبقات. ثم نمر التمرين اربعة. جو كالكي لير توتال دي سيلاندر اي دي بخيزم رسبيكتيفمو. دوك هنا المطلوب انه هو حساب المساحة الكلية للسطوان القائمة والموشور القائم على التوالي. اي قد نحسبو مساحة الاسطوان القائمة. ثم المساحة الكلية للسطوان القائمة. ثم للموشور القائم. ادان كيف مسبق اللي نعرفنا ان القاعدة باش نحسبوه. المساحة الكلية للسطوان القائمة. وهي مساحة القاعدتين زائد مساحة الجانبية للأسطوانة القائمة. فمساحة القاعدتين عبارة عن مساحة لقرصين لشوعة ديالهم كيسوي 1.6 سنتيمتر. والمساحة الجانبية ما كنلاحظو وهو عبارة عن مستطيل لطول ديالو اثنان مضروبة في بي مضروبة في ايه والعرض ديالو كيسوي اربعة سنتيمتر. اولا كنحسبوها بطريقة اخرى اي المساحة الجانبية وهي محيط الدائرة او محيط القاعدة مضروب في الارتفاع. فالمحيط ديال القاعدة وهو طول ديال هاد المستطيل والارتفاع هو العرض ديال هاد المستطيل. دان نحسب لارد وطال دي سيلاندر او المساحة الكلية تساوي مساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة مضروبة في اتنان. اي مساحة القاعدتين زائد مساحة الجانبية. ننفق لنا المساحة الجانبية. ننقل لنا ما نحسبوها بطول مضروب في الارتفاع. عفوا الطول مضروب في العرض. بالنسبة لهذا المستطيل او لا محيط الدائرة او محيط القاعدة مضروب في الارتفاع. اذا فعدنا المحيط هو اتنان مضروب في بي مضروب في اغ. اذا اذن اذن اتنان مضروبة في اغ هي اي قطر القطر ديال الدائرة ثم مضروب في التابطة بي. اذا فنكتب اتنان مضروبة في بي مضروبة في اغ ثم مضروبة في الارتفاع زائد مساحة القاعدتين. اذا القاعدة عبارة او القاعدتين عبارة عن قرص اذن فتلاتة فاصلة اربعة عشر مضربة في الشعاع اللي هو واحد فاصلة ستة مضربة في الشعاع واحد فاصلة ستة ثم مضربة في اتنان. اذن مساحة القاعدة مضربة في اتنان. بما ان عدنا القاعدتين متقايستين. اذن مساحة القاعدة مضربة في اتنان. اذن تساوي اتنان مضربة في واحد فاصلة ستة مضربة في تلاتة فاصلة اربعة عشر. ثم مضربة في آش آآ اي الارتفاع اللي هو اربعة سنتيمتر. زائد دائما مساحة القاعدتين. هي ثلاثة فاصل اربعة عشر. مضربة في واحد فاصل ستة. مضرب في واحد فاصل ستة. ثم مضربة في اتنان. دنفى المساحة الجانبية تساوي اربعون فاصلة مئة واتنان وتسعون. زائد مساحة القاعدتين. ستة عشر فاصلة سفر سبعمائة وتمانية وسيتون. ساوي ستة وخمسون فاصلة الفان وستمائة وتمانية وتمانون سنتيمتر مربع. ثم بنسبة لبخيزم اي الموشور القائم. دائما المساحة الكلية وهي مساحة الجانبية اي مساحة هاد المستطيل زائد مساحة القاعدتين. والقاعدتين عبارة عن المثلت القائم. كيف ما كنشوف القائم الزاوية. اذا نفع اه مساحة الكلية. تساوي مساحة المثلت مضربة في اتنان اي مساحة القاعدة. اذا مساحة المثلت وهي اه القاعدة مضربة في الارتفاع. اذا نعدنا هاد القياس. اذا نعدنا هاد العلامة. كتبين لنا ان هاد اضلع كي قعيس هاد اضلع. اي هنا اتنان سنتيمتر. وهنا اعدنا اه هاد اضلع كي يساوي هاد القياس. اذا نفع كيف ما كنلاحظو كيساوي القياس وكيساوي واحد فاصلة خمسة سنتيمتر. اذا نفع البعضي هاد او هاد الضلع المتعمدين بالنسبة لهذا المثلت وهو اتنان سنتيمتر واحد فاصلة خمسة سنتيمتر. اذا اه اتنان ما ضربه في واحد فاصلة خمسة ثم مقسومة على اتنان. هذه بالنسبة للمساحة المثلت الواحد او مساحة القاعدة الواحدة. اذا ثم غد نضربها في اتنان. زائد مساحة او المساحة الجانبية لهذا المشور. اذا في المساحة الجانبية وهي اما غد نحسبه مساحة هاد المستطيل زائد مساحة هاد المستطيل زائد مساحة هاد المستطيل او مباشران حسبوه مساحة هاد المستطيل انذا العرض دياله هو ثلاثة سنتيمتر والطول دياله هو اتنين فاصلة خمسة زائد واحد فاصلة خمسة زائد اتنين سنتيمتر انذا نكتب ثلاثة مضربة فيه قلنا في اتنين فاصلة خمسة زائد واحد فاصلة خمسة ثم زائد اتنين هنه 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 ه ساوي واحد واشرون سنتيمتر مربع ثم نمر التمرين رقم خمسة لن يبين المخطط بالأعمدة النقط التي حققها اربع متسابقين في الصباق للسيارات او في صباق للسيارات ذن هذا هو المخطط بالأعمدة هنا المتسابقون هنا النقط ذن هنا عدنا السؤال حصل الانسو على الرتبة الثالثة ارسم العمود الذي يمثل النقطة النقط التي حصل عليها ذن غد نلاحظو هذا هو المخطط ذن بما انه الانسو حصل على الرتبة الثالثة ذن فا اه كي بلنا من خلال المخطط ان اه منطويا هو اللي حصل على الرتبة الاولى اه كيجي من بعده اه رايكوني بالرتبة الثانية ذن فالعمود لغادي متل النقطة دي الانسو غادي جي ما بين اي اكبر من العمود لي كي ابتتل نقطة ال計رايكوني واسغر من عمود الذي يمثل نقطة منطوية عفوا قلنا الانسو يحصل على الرتبة الثالثة اذا هنا عدنا الرتبة الاولى رتبة الثانية والرتبة الرابعة اذا غادي جي اه غادي نقرر مع بين الرابع والتالת اذا فالعمود اللي غدي متل النقاط دي الانسو غدي يجي اطول من اه العمود لك متل شو ما اخر. غايجي اطول منه اقصر من العمود لك متل نقاط رايكوني. دونك غدي نرسموه على هات الشكل. دهن تقريبا غدي يكون تقريبا هنا تقريبا ستة وتمانون او اكتر بقليل. دهن غدي نرسموه على هات الشكل هذا. دهن هذا هو لكم متلنا الرتبة التالية. دهن كلينا نرسموه حتى لحد هنا. دهن فهذا هو العمود اللي غدي متلنا نقاط الانسو. دهن قلنا اطول من نقاط اه او العمود اللي كم متلنا نقاط شو ما اخر. واقصر من العمود اللي كم متلنا نقاط رايكوني. ثم تمنى الرقم ستة يبنيا الجدول اه توفير هبا خلال خمسة شهور. النشر الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والمبلغ بالدرهم. هنا احدد المبلغ المدخر الذي يشير اليه كل لون. اذا فعدنا هنا اه اقل مبلغ وهو عشرون. اذا فغدي متلو او اللي غدي يكون ممثل ب اه اصغر زاوية وهي اه زاوية ملونة باللون الازرق. اذا هنا غدي يكون لدينا المبلغ وهو عشرون. اذا غدي نوضع عشرون درهم. ثم غدي جيب بعده آآ ستون درهم. اذا فاللاحظو هو الممثل بالزاوية الملونة بالبرتقالي. اذا فهنا غدي نوضع ستون درهم. او لا يمكننا نوضعهم بداخل الدائرة. ثم سبعون درهم الممثلة بالزاوية الملونة باللون الوردي. اذا غدي نوضع سبعون درهم. ثم تسعون درهم. اذا ممثل باللون الاخضر. اذا هنا تسعون درهم. وبالاخير مئة وعشرون درهم. الممثلة باللون الاصفر. هنا مئة وعشرون درهم. ثم نمر التمرين. رقم سبعة. يقدم الجدول مبيعات مكتبات من الكتب خلال ست سنوات. بالنسبة للسنة الاولى وهي الفان وخمسة عشر. العدد ما بعته مائتي كتاب. سنة الفان وستة عشر تلتمائة كتاب. اه بيع تلتمائة كتاب. بالنسبة ل الفان وسبعة عشر تلتمائة وخمسون كتاب. الفين وتمانية عشر واربعمائة كتاب. وكان فان وتسعة عشر تلتمائة وثمائة وثمانون. و الفان وعشر خمسمائة كتاب. constantly حاسوبي افتح ورقة اكسل واقوم بمسك الجدول باستعمال مساعد الميبيان للتطبيق امثل بيانة الجدول بالمخطط بالاعمدة وبقطع دائري جيم احسب عدد الكتب التي تم بيعها خلال السنوات الثلاث الاخيرة بالقلم والورق ثم باستعمال اكسل. اندان فاها التمرين غدي تطبق على الحاسوب. اندان غدي نمرر التمرين رقم تمانية. le tableau donne le mode de transport des élèves dans une école dan مدرسة اندان ادنا للترانس بارك اندان ادنا للترانس بارك اندنا المطلوب منا هو تمثيل هاد او بيانات هاد الجدول على قطاع دائري. ادن الطريقة. ادن غدي ناخده. ادن هنا عدنا النسبة المئوية بالنسبة الناس اللي كتنقلوا على الارجل. ادن ادن اربعون بالمئة. ادن غدي ناخده اربعون. ادن اربعون مقسومة على مئة مضربة في تلاتة مئة غدي آسيتون. دان غد تعطينا زاوية مئة واربعة واربعون درجة. بالنسبة الناس اللي كتنقلو بالحافلة ا ادنا خمسة عشرون مئة. دane قدي ناخده خمسة وعشرون مقسومة على مئة مضربة في تلاتة مئة وسيتون. ادتعطينا زاوية قياسوة تسعون درجة. ثم بالنسبة آن Jessieh e, البلاد الفوادي غنس لي كتنقلوا بواسطة سيارة. خمسة عشر بالمئة. لن كذلك ناخد خمسة عشر مقسومة على مئة ومضروبة في تلاتة ومائة وستون تساوي اربعة وخمسون بالمئة. آآ ثم آآ ادخل الناس اللي كتنقلوا او تلمتلك تنقلوا بوسائل اخرى عشرون بالمئة. لن عشرون مقسومة على مئة مضروبة في تلاتة ومائة وستون وآآ تساوي اتنين وسبعون درجة. ثم قد ناخد دائرة. ونمثلو هاد النسب على قطاع دائري. بعد ما حددنا آآ قياس الزوائل غادي نمثلو بها كل وسيلة. اذا هنا عدنا آآ بي وجدنا مئة واربعة واربعون درجة. اذا قد نحدد الزاوية مئة واربعة واربعون درجة. ونعطوها واحد اللون ونوضعو المفتاح. هنا عدنا نضطيناها اللون اخضر. اذا نوضعو بالمفتاح لون اخضر ونكتب آآ بي. ثم بالنسبة آآ النسبة الثانية وهي درجة امبوس. اذا لقناها تسعون درجة. اه اعطينا الزاوية تسعون درجة. ارصمناها. لوناها بالاحمر. اذا انتوا معدكم الاختيار في اللون. اذا نقول نحضر باللون الاحمر. كذلك رضي نوضعو بالمفتاح اللون الاحمر ونوضعو امبوس. بالنسبة آآ انواتيغ لقنا آآ اربع وخمسون درجة. اذا كذلك رضي ناخذو الزاوية اربع وخمسون درجة. ونلونوها بوحد اللون ونوضعوها بالمفتاح ونكتبو انواتير يبقى لنا اتر كذلك وجدنا اتنين وسبعون درجة قد نمتلو الزاوية اتنين وسبعون درجة ونلونا بوحد اللون نوضعوها بالمفتاح ونكتبو اتر. دونك هدا هو القطاع الدائري. ثم بنسبال بي. بي سي دان ست اكول اليا 540 الاف. جدان دان ان تابلو لنبر دي الاف. اتلزو شاكا دي موين دو ترانسبور. دونك عدد التلاميذ هو 540 التلميذ. دان غد نوضعو المطلوب منه هو ايطاء جدول بعدد التلاميذ الذين يستعملون كل وسيلة من وسائل التنقل او وسائل النقل. دان غد ناخدو جدول كالتالي. غد نوضعو موين دو ترانسبور. نمبر دي زيلة. نمبر دي زيلة. نمبر دي زيلة هنا غد نحسبو هاد عدد دي التلاميذ. دان غد نرجعو البيانات الجدول الاول. ابي عدنا اربعون بالمئة كارونت بوصون. دونك غد ناخدو عدد التلاميذ اللي هو سنك صن كارونت. غد نضربوها في اربعون ثم مقسومة على مئة. وغد نمجدو مئتين وستة عشر. دان غد نوضعو مئتين وستة عشر. ثم بالنسبة للناس اللي هتنقلو بالحافلة عدنا اه اي خمسة وعشرون بالمئة. نفس شيء نضرو خمسمائة واربعون. مضربة في خمسة وعشرون وماقسمائة على مئة ونجد مئة وخمسة وثلاثون. دان غد نوضعو. ان بي ان بوس سان ترانتسنك. ان voiture ادنا بورسانتاج وا 15% دان غد نخدو 540 فوا 15% ديفزي بار 100. قد نوضعو. واحدنو اتمانون. دان غد نكتبو ان voiture 80. يبقالينا اوتر. ادنا 20%. دان نفس شيء نضرو خمسمائة واربعون. او بيان 540 فوا 20 ديفزي بار 100. ايقال. سان ويت. مئة او تمانية. ادنا نغد كتبو اوتر. سان ويت. قلنا سي. جو ريزان سو تابلو بار ان استوغرام. دانك المطلوب منها هو تمتيل هاد اه. بيانات هاد الجدول اللي وضعنا. اي هاد الجدول اللي وضعنا بي عدد التلاميذ. بمخطط بالاميضة. دان غد نوضعو المخطط على هاد الشكل. دان غد نوضعو النمبر ديلة. فنبدو من زيرو جسك اه دوسون سيكوند. موين دو تخونسبور. عدنا ابيه. ان بوس. ان واتور. اوتر. دانك غد نرجعو دائما الجدول. بالنسبة الابيه وجدنا دوسون سيز. دانك ميتين وستة عشر تقريبا. غد تكون هي هادي. وغد نوضعو هاد العامود. بالنسبة ان بوس عدنا سان ترنت سنك. اه. دانك عدنا سان هي هادي. سان ترنت سينك تقريبا هنا. وغد نوضعو العامود. قالينا ان واتور. عدنا كاتر وفنتين. دانك هنا عدنا سان. غد نزلو عليها بقليل. غد نوجدو الصون. اه اه او بيان كاتر وفنتين. غد نوضعو العامود. واضر عدنا الصون ويت. هدنا الصون غد نفوتوها بالقليل. وغد نوضعو تقريبا غد نوضعو الصون ويت. دان دائما غد نحطو احنا لحسب هاد القياس او لعدل الاعداد اللي اخذينا. دان وغد نوضعو العامود بالشكل التالي. دان غد نلونوه بالطريقة اللي بغينا او لا بواسطة القلم فقط. دان هذا هو. دان انا وضعتو باليد. غير باش نبين لان اكون ديلا بالقلام ما تيبانش مزيان. دان هذا هو المخطط بالاعمودة.